السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اقراص السفع الرملي الوصف والوظيفة كيف يبدو قرص السفع الرملي قرص السفع الرملي عبارة عن قطعة عدنية دائرية على شكل وعاء او عدسة ويكون الجزء المحدب متجها الى الخارج يمكن ان تكون مصنوعة من الفولاذ او الالومنيوم او حتى النحاس ويتراوح قطرها من خمسة الى اربعين ميلي مترا ما هو دور قرص الصنفرة تم العثور على الرقعة في مواقع مختلفة على كتلة المحرك وعلى رأس الاسطوانة وعلى مشعب السحب يتم تثبيته في فتحات دائرية يدور خلفها سائل التبريد يأتي وجود هذه الثقوب من عملية تصنيع الكتلة ورأس الاسطوانة والمشعب يتم تصنيع الاجزاء عن طريق الصب الذي يكرر المسحات الفارغة الداخلية اللازمة لتدوير سائل التبريد ويتم ملؤها بمزيج من الرمل والمصلب لتكرار الشكل المطلوب ثم يتم صب الكتل حول هذا الشكل عند التبريد يتم تصريف الرمال الموجودة بالداخل من خلال فتحات تصريف الرمال ثم تقوم أقراص السفع الرملي بإغلاق هذه الفتحات استبدال وسادة السفع الرملي لسوء الحظ يتم دائما استبدال الجهاز اللوحي بعد فوات الأوام أي بعد ملاحظة تدهوره يتم ثقبه من الداخل مما يؤدي إلى فقدان سائل التبريد في حالات الانثقاب الجزئي غالبا يبدأ التسرب كتيار رفيع ثم يزداد بسرعة مع الضغط والتآكل الدافلي للحبيبة يؤدي هذا إلى تسخين المحرك بسرعة كبيرة تتجمد السيارة وطالما أن إن كانية الوصول إلى الكريات صحيحة فإن عملية الاستبدال تكون بسيطة نسبيا يكفي أن قم بإزالة الوسادة القديمة باستخدام مفاك البراغي قم بحفر ثقب أولا قم بتغذية الحبيبة الجديدة بمطرقة من الأفضل تثبيته باستخدام الغراء المستقيم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله